تمكن الجيش السوري من إعادة فتح طريق حضر في ريف القنيطرة الشمالي بعد سعادة تلت النقار الغربي وذلك بعد معارك عنيفة ساقط خلالها العديد من قادة المجموعات المسلحة سيّل الجيش السوري تقدما ملحوظا في القسم الشرخي من حلب بعد سيطرته على مناطق واسعة من حي مساكن هانانو وجبل بدرو فضلا عن المقبرة الإسلامية وذلك في معاركه المتواصلة مع جبهة النصرة وفصائل متحالفة معها وفي حال استطاع الجيش السوري استعادة مساكن هانانو فسيتمكن من أن يكشف أمامه حي الصخور ما يتيح له شق المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى قسمين عبر عزل الشمال عن الجنوب وفي سياق المتصل وصل اتفاق إخراج مسلح خان الشيح إلى خارج المنطقة لمراحله الأخيرة بعد موافقة غالبية المجموعات المسلحة والتي تشكل جبهة النصرة العنصر الأقوى فيهم وفي أول خصارة بشرية في الميدان السوري أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن جنديا أمريكيا توفي أمس متأثرا بجروح أصيب بها في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال سوريا حيث تنشر الولايات المتحدة عددا من أفراد قواتها الخاصة من جهة أخرى اتهم بيان للجيش التركي مقاتلات سورية بقصف رتل عسكري كان يحاول التقدم نحو مدينة الباب السورية بريف حلب الشمالي وأدى القصف إلى مقتل ثلاثة يونود أتراك فيما هددت أنقارة بالرد على الهجوم إلى ذلك كشف خبراء من قوات الحماية الإشعاعية الروسية تفاصيل إحدى الهجمات الكيميائية التي وثقوها في حلب حيث عثروا في قرية بريف حلب خلال موقع استهدفته المجموعات المسلحة في ستمبر الماضي على قذيفة لم تنفجر كانت تحتوي على غاز الخرد الأسام ترجمة نانسي قنقر